السلام عليكم ورحمة الله اليوم درس اللغة الإنجليزية للصف الأول المتوسط عندي كتاب النشاط صفحة 74 وصفحة 75 هذا اني مهمات ويجلب الامتحان وإن شاء الله راح نحلهم طبعا حليتهم وراح نترجمهم ونقرأهم يونت 5 لسين 5 4 كونتريز يقول لك أربعة أقطار هنا عدنا يقول اقرأ كتابك الملون مرة أخرى وكتب ملاحظات حول هند وعمان هنا عدنا هنا عدنا اندية سايز اوف كونتري يعني الحجم هو كبير هي كبيرة اندية سايز اوف بوبوليشن اللي هي يود ضخم يعني تعداد السكان هي ضخمة ماذا هم يزرعون رايز تي كتن يزرعون الرز والقطن والشاي يقول لك شنو هذا شنو ماذا أهمية يعني شنو شنو هم يصنعون وماذا ينتجون يعني يصنعون السيارات والباسات والملابس هنا بالنسبة لعمان هي ليست كبيرة هذه عمان ليست كبيرة جدا اللي هو يود كوايت سمول يعني نقول هي نوعا ما صغيرة هنا عدنا افروت هذا يزرعون افروت وفشتبول الخضروات والفواكه هنا اويل جويلري اللي هي النفط والمجوهرات زين هنا عدنا use your notes from exercise one to write about the two countries هنا اندية وهنا عمان يقول لك استخدم ملاحظاتك من التمرين الاول حتى تكتب عن الاقطار اللي هي اندية وعمان بالنسبة الاندية is a big country and it is a huge population يعني هذا خليناها يقول لك الهند هي بلد كبير وانه الهند هي بلد كبير وانه تحتوي على يعني يقول لك a huge population تعداد السكان the farmers grow rice tea and cotton والفلاحين يزرعون الرز والشاي والقطن they make cars buses and clothes وهم يصنعون طبعا make هذه هذه لازم يصنعون السيارات والباسات والملابس هاي بالنسبة الاندية اما عمان عمان is not very big country and and it has quite small عمان هي ليست قطر كبير لو انها تحتوي على وانه تحتوي على نوعا ما صغير يعني نقول لها تحتوي على نوع ما بيوبوليشن ذا فارمارس على تعداد صغير يعني صغير تعداد السكان فارمارس جرو فروت and فشتبول ضي بروديس اويل and make جوليري وهم يقول الفلاحين يزرعين الفواكه وينتجون النفط ويصنعون المجوهرات زين ننتقل الى صفحة 75 صفحة خمسة أو 70 يلا عيني اتقل الى صفحة خمسة أو 70 يقول read the answer اقرأ وجاوب read about Adil and Nura اقرأ حول Nura وعدل which countries in the students book would you like to visit وهذا واكتب في كتاب الطالب يقول لك اي الاقطار في كتاب الطالب هم يحبون ان يزورون عادل like animals and the climbing monuments يقول لك moments climbing يعني يتسلق عادل يحب الحيوانات و يتسلق الجبال he does not he does not like looking at old buildings or shops or shopping يقول لك وهو لا يحب النظر الى البنايات القديمة أو التسوق how would like to visit ما هو يرغب ان يزور اندية نورا likes shopping and old buildings نورا تحب التسوق والبنايات القديمة she is secret of wild animals وهي تخاف من الحيوانات البرية and she doesn't like high places وهي تخاف تخاف من الحيوانات البرية وهي لا تحب الاماكن المرتفعة زين هسا عندنا B she wild like to visit عمان وهي ترغب ان تزور عمان write about you اقرأ حول يعني اقرأ حول اقرأ حول يعني هاي لك يعني نفسك I like swimming and sailing يعني نقول لك ش تحب انت I do not like writing elements climbing moments would like to visit عمان يعني هذا مخير لك هنا عدنا comparative and superlative big صير bigger الفعل اللي ينته بحرف صحيح قبل حرف علام كر الحرف الأخير ونضيف ل er or est but beautiful more beautiful or most beautiful important more important or most important هذه قاعدة شرحتها موجودة بقوام التشغيل ناخذ تمرين هذا الخمسة كلش مهم read and complete the sentences أقرأ وأكمل الجمل أي the most نخلي most ليش لها نعدي إذا صفات المفاضلة superlative إذا عدي موجود كلمة the بالجملة the نخلي most interesting building in Iraq in the museum نخلي museum شي يقول يقول البناية هي الأكثر أهمية البناية هي الأكثر أهمية في المتحف be the most important and disaster in Iraq is the oil and disaster نخلي most لأن عدي كلمة the في يقول الأكثر أهمية في العراق هي الأكثر أهمية في العراق لحظة أي الأكثر أهمية في العراق هو oil see at home I am more نخلي more يعني عدي كلمة than من نشوف كلمة than more من نشوف كلمة the most than more my brother helpful than my brother النقطة يقول في البيت أكثر أهمية أكثر مساعدة خطر أكثر مساعدة هي أكثر مساعدة نحظة at home يقول في البيت أنا أكثر مساعدة يساعد أخوه يعني أكثر من أخوه يساعد من climbing moment more dangerous than نخلي blank football هذي blank football نشوف كلمة than نخلي more شي يقول يقول البنايات أكثر أكثر التسلق الجبال هي خطرة أكثر من لعبة الكرة قدم the most نخلي the beautiful parks in Iraq are in alpha يقول لك الأكثر جمالا في العراق بالمتنزه هي alpha الهنا وتخلص المحاضرة مالتنا وإن شاء الله التوفيق